هذا هو واحد من أكبر الاهتمامات بالنسبة لأنا أرى تصعيدا بالتأكيد في الشمال وهذا يمكن أن يتفاقم بسرعة ولكن أعتقد في الضفة الغربية هناك بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يستفزونهم بشكل كبير لا يقولوا بأن هناك أي سيادة للقانون ويهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي نفس الوقت أرى صعوبات اقتصادية على الفلسطينيين في الضفة الغربية من 7 أكتوبر لم يحصل الفلسطينيين على رواتب في إسرائيل أرى اقتصادا مكتئبا ومتدمرا وأرى الكثير من الأشخاص الذين يقلقون من الأمور التي تحدث في غزة وتدعيات عليهم وأرى حماس تجند وتعمل مع كتائب الأقصى لهذه الهجمات وأرى عمليات إسرائيلية لمكافحة الإرهاب بصورة يومية متوازعة عبر الضفة الغربية فأنا قلق جدا من تفجر هذه الأمور في الضفة الغربية وهذا بالتأكيد سوف يعقد الأمور أكثر للإسرائيليين ولقوات الدفاع الإسرائيلي والتي يمكن أن تنخرط في حرب في الشمال قريبا ويصبح لديها هجمات من الضفة الغربية أو إذا تفجر الوضع في الضفة الغربية تصبح مشكلة كبيرة اشتركوا في القناة